السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي في قناة سوق سيارات لا تنسوش خوتي اشتركوا عنه في قناة فعلوا الجرس وديروا نجملا وفيديو باش كل يوم يوصلكم جديد ان شاء الله تجمعوك للسيارات يكشف اخيرا من موعد دخول اول سيارة مستوردة وهذا هو سعرها في اخبار سيارات تجمعوك للسيارات الجزائري بتوريد اول سيارة من الخارج وبذلك حل ازمة السيارات التي دامت اربع سنوات كاملة على قرار منع الاستيراد الذي نتج عنه الوضع الاقتصادي الصعب وكذلك فاتورة الاستيراد المرتفعة لمن يريد شراء سيارة جديدة حيث ان تجمعوك للسيارات تعهد بالشروع بالتسويق الفوري اخيرا لأول سيارة مستوردة وذلك في شهر جوليا القادم في حال قد استلم الوكالاء المعتمدين اعتمادات الاستيراد تفاصيل موعد دخول اول سيارة مستوردة تجمع تعهد ايضا بالالتزام الكامل بتوفير مخزون كافي من قطاع غيار العربات في السوق الجزائرية كما ان هذا المخزون سيقفي البلاد مدة خمس سنوات كاملة على الاقل من جهة اخرى جدد هذا التجمع تعهداته بخصوص ملف استيراد السيارات في الجزائر وذلك لانهاء ازمة المركبات وقطع الغيار في السوق الجزائري هذا وقد وعد بطين ملفه بذلك بشكل نهائي في الثلث الاول من هذا العام واكد التجمع في حال حصولهم على اعتمادات استيراد السيارات في موعد دخول اول سيارة ستكون مستوردة من اوروبا شهر جويليا القادم 2022 واول سيارة قادمة من الصين شهر سبتمبر 2022 ايضا مع تحديد سعر اول مركبة ابتداء من 99 مليون سنتيم ما يعني انخفاض اسعار السيارات واكد هذا التجمع المواطن البسيط لن يستطيع ان يتحمل بالمرة فاتورة ارتفاع اسعار شحن البحري للجزائر حيث ان نقل هذه المركبات لن يتم في الحاويات وانما يتم في الباخرة وبالتالي فان تسعير تكلفة نقل السيارة القادمة من اسيا يعادل 750 دولار مركبة القادمة من اوروبا 550 اورو ولن يستطيع ان يتحملها الزبون الذي يديد شراء السيارة اشتركوا في القناة